سألخير حفظ يضعنا في صورة آخر المسجدات في فلسطين المحتلة ونطمئنكم هنا في عمان اليوم أو في المملكة صفر إصابات الحمد لله نعم الحمد لله علي يعني في المملكة صفر إصابات وهنا في فلسطين للأسف خمسة إصابات في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وضواحي القدس وخمسة إصابات أخرى في مدينة القدس المحتلة هذه حصيلة اليوم للإصابات لكن بناء على ما صدر في المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة الفلسطينية دكتور محمد داشتية فإن الفلسطينيين على موعد مع تخفيف من الإجراءات أو إجراءات الطوارئ التي تخذت على مدار الأيام الخمسة وأربعين الماضية حيث منذ يوم غد ستبدأ الحياة لتعود تدريجيا إلى حالة من الطبيعية كما كانت عليه سابقا في مدن شمال الضفة الغربية نابلس جينين طوباص قلقيلية طول كرم وسلفيت بالإضافة لأريحة وغزة هذه المدن التي سجلت أرقام قليلة من حيث الإصابات بفيروس كورونا سيسمح لمحال المنشآت الاقتصادية التي فيها ثلاثة عمال في أقل من العمل ولكن في ظل وفي شروط وقائية وسلامة عامة متوفرة أيضا سيسمح لمحال الملابس والإكسسوارات والاتصالات والأجهزة الكهربائية بالعمل أيام الجمعة والسبت على أن تغلق السوبرماركتات أبوابها يوم الجمعة هذا منذ يوم غد وسيمتد طيلة أيام شهر رمضان المبارك طيلة استمرار فترة حالة الطوارئ هذه الإجراءات لن تكون كذلك في مدن رمالة بيت لحم الخليل وضواحي القدس حيث عدد أكبر من الإصابات وهناك العديد من المناطق الموبوءة في هذه المحافظات ولكن هناك إجراءات تخفيفية أقل حدة منها فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك نطمئن المواطنين حيث أن محال الحلويات ستستطيع العمل طيلة أيام الشهر ولكن من خلال توصيل الطلبات على أن لا يجتمع المواطنين داخل هذه المحالات إذن إجراءات تخفيفية مع بقى عزل كل محافظة على حدة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة مع البقاء على منع ذهاب أو تنقل المواطنين الفلسطينيين من الضفة إلى الداخل المحتل من العمال ومنع بات لعمل المواطنين الفلسطينيين داخل المستوطنات هذا أهم ما جاء في قرارات الحكومة الفلسطينية لهذا اليوم والتي ستمتطلت أيام شهر رمضان المبارك يعني يبقى ننوه بأن المدارس والجامعات والمعاهد والحضانات والكليات بالإضافة للمساجد والكنائس ستبقى أبوابها مغلقة طيلة فترة الطوارئ خلال المرحلة القادمة هذه الصورة إلى الآن هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعود لك في الاستوديو علي شكرا لك من نابلس حافظ أبو صبر